لكن الحمد لله أنا حاكم معنا النهاردة مسابقة التأمينات الاجتماعية الحقيقة عدد الشباب اللي باعت رسائل يعني كم حضريةك لا تتخيلي أنا عايزة أقول لحضرتك أنا عايزة أقول لحضرتك على حاجة مسابقة التأمينات الاجتماعية هي مسابقة أعلن فيها عن حوالي 2800-2900 وظيفة جزء منها خدمات معاونة وجزء منها وظائف تخصصية هذه المسابقة تقدم ليها 307 ألف مصري ومصري يعني 3 مليون يعني حجم دولة حضرتك هذه المسابقة اللي كان الإعلان ليها أعد حتى من قبل ما ناجي بقى له يعني نزل من كن سنة المسابقة دي كانت بتقول إن فيه اختبارات لازم تتعامل وفيه شروط معينة أعلن عنها لأن الأعداد التي تقدمت تقدمت في جميع عن حقيق الجمهورية وحجمها كبير جدا 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 فأخذت وقت طويل جدا في الفرز والاختبار واللجان والامتحان أنا بالنسبة لي مهم جدا أن تتسم كل الإجراءات بالشفافية وبالعدالة وبالنزاهة وأن أنا أراجع كل ما تم من إجراءات خطوة خطوة وبالتالي التريث وعدم إعلان النتيجة مرتبط بإن إحنا نتأكد أن كل الإجراءات تمت بشفافية وبنزاهة وسليمة وكل واحد واخد حقه وإن إحنا عرفنا نختار أفضل المتقدمين وأفضل العناصر ولو عندنا أي مشكلة أنا أهم عندي أن أنا أصل إلى نتيجة نزيهة وعدلة من أن أنا أعلى النتيجة أنا مش مطمئنة لها لو عندنا حاجات مش مهمة خلص النتيجة يعني ما يهمنيش أن أنا أجيب على غير الناس اللي أنا متأكدة أنه فعلا ما هو الناس بتقول بعض الرسائل ياريت تحديدي حضرتك معاد مرادة للنتيجة أو حضرتك تقولي أنها اتلغت يعني يكون هناك إجابة واضحة حاضر قريب جدا إحنا عندنا لجنة بتراجع كل الإجراءات وهنعلن قريبة طيب في حد بيقول مين اللي يدمنني أن الوسطة مش مستمرة أنا عملت امتحان في المينيا أيوة واللجنة كانت اللي داخلين كان باين أن عندهم واسطة كان باين إزاي يعني هقول لحضرتك على حاجة هو ده بالضبط اللي إحنا بنعمله إن أنا عايزة أتأكد أن الناس اللي الناس اختبرت وانتحنت وأن الأمور منضبطة ولو في عدم انضباط أنا هتلع الغينو سابق انتها البساطة لا يا حديدك هتحدد الموقف دايمية شوية قريبة قريبة دايما بتتقلم يعني قريبة دي أمتى قريبة جدا طيب حريبا جدا عندي سؤال مقضاء يعني طبعا وما قديني يزنوا علينا حاجة عنديك افتتاح بكرة وإحنا صهار لخضرتك النهاردة بنعفذر لكن خلاص